السؤال بعد كده بيقول عندي 63 عام الحمد لله ربنا ان شاء الله يديم عليك تمام العافية وان شاء الله مع حسن العمل بصلي ومنتظم في المسجد وكل يوم ورد جزء او اتنين من القرآن زوجت بنتين ولسه واحدة مخطوبة على طول عياته بفكر في اولادي ايام ما كانوا اطفال يعني هو بيفكر ان اولاده مثلا لو ان هم حصل لهم كزا وانا وكنتش اخد بالك انا حصل لهم ايه ودايما خايف من ايه ما عرفش ياريت الرد علشان حياتي عذاب والحمد لله حالة المادية مستورة والحمد لله وزوجتي معايا بس موضوع العيات ده والخوف ما بيسبنيش ليل ولا نهار انا اظن ان احنا محتاجين اول حاجة محتاجين نتكلم شوية ايه تانت تلاتة الحالة اللي عندي دي ايه سببه اولا قد يكون سببها السن والاحساس بان انا خلاص اه بدل ما انا اخاف من الموت اخاف على اولادي ان انا سيبهم لوحدهم ممكن طب اذا كانوا هم دلوقتي ماشيين في حياتهم وانا مش شايف ان عليهم شيء من الخوف فتأتي النفس الامارة بالسوء وتدخني كده لوب وتروح واخداني الى مكان ممكن اخاف عليهم فيه انهم ايه المكان اللي انا ممكن اخاف عليهم فيه لما كانوا اطفال نفسي تعمل معايا كده نفسي تعمل معايا كده طب ليه لان انا دلوقتي في حالة محتاج حد يطبطب علي وحد يرعيني وحد يكون جنبي وده ده اللي ممكن يكون بسبب الظرف اللي انا فيه لكن ممكن يكون ده اشياء قديمة وبدأت في الزمن اللي انا فيه في اضعف اوقاتي بدأت تظهر الان طب والحل وايه الحل عندنا حلين الحل الاولان احنا ممكن نحتاج استشارة لطبيب استشارة لطبيب ليه لان حالة العياط الدائم ده قد نحتاج الى شيء يوقف التفكير بالطريقة دي لان واضح ان الفكرة بتعمل ايه في بعض الاحيين لما الانسان ما يكونش كيميا المخ منتزنة الفكرة تفضل تلف 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 في الدماغه لان فيه بعض المواد بيفرزها المخ وبتخلي الافكار ما تفضلش تلف في دماغه فاذا حصل اي اختلال في هذه الانزيمات ولا شيء من هذا القبيل تفضل الافكار تلفه متوقفش يبقى احنا قد نكون محتاجين المسار ده الاول مسار ده محتاجينه بشدة كمان لان احنا فيه ده هذا خوف هذا التراب ليس الترابا عاديا يعني ده مش التخوف العادي على اولاد لما ينزلوا فقول لهم ايه خلوا بالكم وما ايه وما تتأخروش او خلي بالكم وما تعملوش كذا لا ده خوف يخليني اعمل حاجة غلط ان انا اروح في الوقت اللي هم كانوا فيه محتاجين سند ودعمه واحتاجين ان انا اقف جنبهم وساعدهم وارجع ليهم واتخيل ان انا مش جنبهم او اتخيل لو كان حصل لهم كده ما خلاص ما حصل لهم شي كده ما خلاص الاولاد كبروا لكن انا في الوقت ده واتنا محتاج لده الحاجة التانية بقى المسار التاني هو مسار اللي احنا اتكلم فيه بقى في كيف ان انا هيأ نفسي ان انا اخرج من ده من الدوامة دي اول حاجة لا التفت لهذه الافكار يعني انا لما اديجي الافكار دي انا عايز اعمل كده عشان احميهم لا ما اقولش كده اوقف التفكير ده ما روحلوش ما روحلوش يعني ايه اقول ده لما اديجي نفسي تقولي ده من قبيل مزيد من الحب على الاولاد لا اه ده مزيد من تدمير حياتك وحياة الاولاد فتوقف ما تجيبش الفكرة ما تجيبش الفكرة اللطيفة دي فكرة الايه الرعاية فكرة الحب فكرة الحرص لا ده لا الرعاية ولا حرص ولا اي شيء ولكن ده من القاء النفس في التهلك كده فانا مش افكر كده اولادي الحمد لله اتمنالهم مستقبل سعيد وحلو انا متجوز بنتين وفاطل التالتة يا رب ربنا يسعدهم والحاجة التانية بقى في المسار ده استبدل الخوف عليهم بالدعاء افضل ادعي لهم يا رب واسع عليهم يا رب اكرمهم انا وبدعي كده بالحاجات الحلوة يحصل لي تجديد لعقلي وزينيتي وقلبي وزاك الدعاء ده من الاشياء اللي بتجدد الامل في حياة الناس افضل ادعي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويوسع عليهم فشوية شوية كده لما تعود على الدعاء ده ايه اللي حصل ابتدى افكر في حياته المستقبلية بدل ما افكر في ماضيه حاجة التالتة والمهمة ان انا لما يحصل للحال ده اعمل ايه اذهب لأكتر عبادة بحبها نفترض العبادة اللي بحبها الكلام الحلوة اروح اتكلم كلام حلوة مع مين مع اولادي افترض لأكتر عبادة انا بحبها تلاوة القرآن اروح اقرأ القرآن لازم الاغبط نفسي الامارة بالسوق ان هي تستمر في ده عشان نقدر تهيه طب واحد يجي قولي طب انت ليه ما خلتنيش اذكر اه لان في بعض الاحيان بيبقى الزكر ده بيعمل الارتباط شرطي لكن انت لا عايز تعمل حاجة دي استخدم الاحزاب والاشياء اللي بتطيب خطر لسان واذا كنت عايز ده فقولي يا لطيف 129 مرة ان شاء الله